عارف لما تكون في رمضان وصايم يعني بعد العصر بشوية كده اللي هو أنت بتشطب أصلاً وبعدين تلبس في أنك تطلع شكراً 50 كيلو الضر الخامس وتنزل عيني كده روحك رايحة فجدك يقول لك يا ابن ده أنا لما كنت أدى كنت باشي المصطين على دراعة واحد جدك ما كانش هيعرف يقول الجملة دي لولا إيبول اللي احنا هنشرحها النهاردة يلا بينا السلام عليكم أهلاً بكم في حلقة جديدة من إنجليش تيكاوي 2 منتس ودي كده بنحاول نقفر عنها في رمضان أوكي النهاردة هنتكلم عن إيبول إيبول على فكرة بتيجي مع حاجات كتير يا لكن غالباً ما بتجيش لوحدها هي ينفع تيجي لوحدها بس مش حاجة مشهورة بس أشهر حاجة بي إيبول تو بي إيبول تو لو أنت في الثانوية عامة في كلية راجل بتبعت إيميلاد فورمل فبي إيبول تو إز يور جود بادي يعني لازم لازم تعرفها كويس هتحتاجها كتير بي إيبول تو معناها قادر على بتساوي بس بي إيبول تو بتيجي في حاجات كن دو ما ينفعش تيجي فيها زي إيب زي مثلا ما نقول لسا موظفين موظفة جديدة موظفين موظفة جديدة مشغالينها يعني ويعني واحد بي ستقول له هل هي هتقدر تقوم بالوظيفة ديت فهتقول يعني هل هي هتكون قادرة على القيام بالوظيفة مثال ثاني معناها أنا عمري ما قدرت أحل الكلمات المتقطعة طبعا فيربي تو بي بقى بين علشان هاف فاكرين أول حلقة بتاعت بين بين حلوة جدا والله يعني أنا عمري ما قدرت أحل الكلمات المتقطعة نيجي بقى لجدك لجدك فاكر جدك اللي هو كان بيقطمك علشان نزلت تعبان من الدور الخامس جدك ممكن يقول لك I was able to run a marathon when I was your age I was able to run a marathon when I was your age يعني أنا كنت بقدر أجري ماراثن على ساعة 26 ميل لما كنت أدك طبعا ما فيش وسيلة تقدر تختبر بها صدق الكلام ده إلا إنك يعني أتسدقه لإنك لو كدبته فأنت يعني أدخل ممكن تخش النار I'm just kidding be able to يعني هي مصطلح لذيذ كده على بعضه ويستخدم برضه في الإيميليات الرسمية لما تقول الواحد أنا مش هقدر أبعت لك الدوكيومنت ده ما تقولش I can't send you that document كانت بيبقى فيها يعني إيه نوع من الشيط ده شوية غير لما تقوله I want to be I will not be able to send you that document ده بتتبلع سهلة إنها تتبلع أوكي آآ فخلاصة الموضوع be able to معناها قادر على طبعا فيربي تو بي بيتغير على حسب الضمير والزمن يعني مثلا I am able to يعني أنا قادر على I was able to كنت قادر على I will be able to هبقى قادر على تمام؟ فهي بتتغير على حسب الزمن وعلى حسب الفاعل تمنى أن تكونوا متابعين وخلا نختم بمثال جميل being able to wake up for the fajr every day requires a great deal of discipline being able to wake up for the fajr every day requires a great deal of discipline يعني فاكر being من الحلقة اللي فاتت being اللي هو كونك being able to معناها كونك قادر على الاستيقاظ يوميا للفجر يتصلب منك قدر كبير من الانضباط كونك قادر being able to معناها كونك قادر على الصحيان كونك قادر على الصحيان للفجر being able to wake up for the fajr أنا بحب being وبحب able to بحب الكمبناشن being able to فحاول تحفظها being able to يعنيها كونك قادر على دي حاجة برضو ما ينفعش نعديها في able وهي أنها بتستخدم ك suffix suffix اللي هي جزء بيتحط الكلمة بعدها يعني مثلا فعلي break لو ضفنا له able هي بقى breakable break اللي هو يكسر breakable قابل للكسر حاجة زي move اللي هو يتحرك movable قابل للتحريك حاجة زي eat اللي هو يأكل ضفناها able تبقى قابل للأكل eatable حاجة زي do اللي هو يفعل ويحقق حاجة doable يعني قابل للتحقيق حاجة زي use اللي هو يستخدم ضف لها able usable يعني قابل لاستخدام ولو عايز تنفي ده حط un قبل الكلام ده كله مثلا breakable حطها un unbreakable يعني غير قابل للكسر جميلة للصوفيكسز والبريفكسز فable أحد المهمة جدا اللي بنضيفها لأفعال كتير وبتضيف للفعل ده القابلية يعني زي ما هي قادر على لما نضيفها للفعل بيبقى الفعل قادر على الحاجة دي أو قابل للحاجة دي ياه كلمنا كتير خلينا نروح للقوات بتاع النهار ده هو من مايا لين وهي أمريكية من أصول أسيوية مصممة ونحاتة وفنانة بتقول مش هنعيد القوات تاني عشان طويل شويتين بس اللي هي مني في القوات ده هو يعني هو كونك قادر على لطيف جدا ويفضل أنت لو تكتبه وتاخد نوت وتحاول تكراره كتير لأنه حلو حلو بجد I love it and you should too أوكي هيا بتقول أن الحلم الأمريكي هو أنك تكون قادر أنك تفولو your passion your personal calling أوكي وكونك بتعمل الحاجة اللي أنت بتحبها يعني ده شيء عظيم دي حرية رهيبة جدا يعني الاتنين بيكملوا بعض واللطيف إن إحنا being الحلقة اللي فاتت وbe able to الحلقة دي فلو عجبك الفيديو ساشتعمل لايك يشدو ده anyway لو عجبك لايك ديس لايك لو ما عجبكش وهيسعدنا جدا لو كتبتنا جملة من عندك لbe able to ومسلا تضيف لنا able لفعل يعني بفرح جدا لما بشوف الحاجات اللي انت بتكتبوها في الكومنس يا جماعة وبرضو ده يعني exercise ليك ف do it يا كويس السلام عليكم